رئيس الحكومة خصيصا لتقديم عرض قطاعي وللتداولي في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي في بداية أشغال مجلس الحكومة تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات قدمته السيدة نديفتاح وزيرة الاقتصاد والمالية وتطرق العرض لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر ستة الأولى من هذه السنة ونتائج تنفيذ قانون المالية في متن شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة فضلا عن البرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات المقبلة 2024-2026 بعد ذلك تدول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم جوج 23-647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنة بالمملكة قدمه السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة ليوم العالمي الإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010 من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنة وتنفيذا لهذه التوجهات الملكية السامية واحتراما للأجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الممم المتحدة ذات الصلة سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولات والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفودهم وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم جوج 044505 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 71990 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001 71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنة بالمملكة وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة والتي كانت محددة خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوماً أي من 1 شتنبر إلى غاية 20 منه فقد تم تمديدها بالنسبة لإحصاء 2024 إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبأة واللوحات الإلكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إيجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2014 إطرى ذلك تداول مجلس الحكومة صدقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23 590 يتعلق بتغيير مقادر رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية قدمه السيد خالدي الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية نيابة عن السيد فوزي القجع الوزير المنتدى بلدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ويندرج هذا المشروع في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتسير حصول المواطنين على هذه المواد حيث تم بموجب المادة 4 من قانون المالية لسنة 2023 بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادر رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصناعة بالنظر للمقادر المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها ويهدف هذا المشروع إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدى انقطاع الصحة في أحسن الظروف وذلك من خلال تخفيض مقادر رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى جوش فصيلة 5% كما يتوقع هذا المشروع إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى وذلك بتخفيض هذه النسبة إلى جوش فصيلة 5% بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10% أو 17.5% بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا وصل مجلس حكومة شغاله بالطلاع على الاتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل با بين المملكة المغربية وجمهورية سيرليون الموقع بالدخلة بتاريخ 28 أبريل 2023 ومشروع القانون رقم 31-23 يوافق بمجيبه على الاتفاق المذكور قدمهما السيد مصطفى بيتاس لوزير المنتجة برد رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ناطق رسمي بس الحكومة نيابة عن السيد ناسر بوريطة وزير الشؤور الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج وهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع الاستثمار المساهمي في التنمية المستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص شغل وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص للبلدين ولأجل ذلك يتعهد كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمر أحد الطرفين من أجل إنجاز الاستثمارات فوق ترابي الطرف الآخر لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بريس ترجمة نانسي قنقر